ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع ضيف فقرتنا اللي نحب أولا نعرفه في سطور هو لسانا للفقراء ومدافعا عن الشرفاء ومحاميا للضعفاء وزعيما للحكماء وسفيرا للعزماء ورفيقا للأدباء كان له استطاع بعلمه ولباقاته وكياسته أن يسطر لنا العديد والعديد من الكتابات التي تحمل بين طيطها على مكنونات السعادة فكان منها بدون محامي اللعب مع الحياة همسات النساء في العلاقات الزوجية الشجرة الطيبة في جلب الكبول والرياسة أسحار لجلب العقول والآخرين إليك عندما سئل عن أسرار نجاحه كانت الإجابة بمنتهى البساطة وهي هو بالوالدين إحسانا فكان يقول دائما ما رأيت أحدا وقد حالفه النجاح إلا وكان له نصيبا في بر والدين معنا ومعكم المستشار القانوني طلع السلمان عضو المنظمة الدولية المصرية السفراء السلام والعلوم الإنسانية برحب بحضرتك فاندم أهلا وسلم بحضرتك أهلا وسلم بحضرتك أولا أنا قبل أي كلام دايما ببدأ بدعاء هذا الدعاء لوالدي ووالدتي وجميع موت المسلمين طبعا فأنا بدعو الله أغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة وأغفر لجميع موت المسلمين لا دعاء أنا أبدو الله أن يتقبله والنهاردة الحلقة بتاع النهاردة يا دكتور مروا أنا أبدعو ربنا سبحانه وتعالى أنه أن يكون عمل صالح في ميزان حسناتي وميزان حسنات حضرتك إن شاء الله وميزان حسنات الفريق أكيد إن شاء الله أولا فيما يتعلق بالإطراء اللي حضرتك قلت عني أنا أدو الله أن أكون أهله ودلوقتي ممكن تتفضلي إن شاء الله كيف تحصل الزوجة على نفقة زوجية بدون محامي ده عنوان الفقرة بتاعتنا لكن حابة إن إحنا قبل الإجابة عن هذا التساؤل إن أنا أذهب لجانب آخر وهو إنه للأسف الشديد في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة بنلاقي إنه حالات الطلاق فيه ازدياد بمعدلات رهيبة فحب أسأل حضرتك أولا عن أهم المشكلات اللي بتسبب حالات الطلاق وكيفية الحد من هذه الزاهرة الأول قبل الكلام في هذه الجزية أنا أحب إن أنا أقول أن العلاقة الزوجية هي من أسمى العلاقات الإنسانية على الإطلاق يكفي أو بالكفاية أنها نعتت في القرآن الكريم بأنها مصاق غليص فهي أسمى العلاقات الإنسانية أما فيما يتعلق بسؤال دكتورة مروة إيه الأسباب المؤدية لحالة الطلاق هذا الانتشار والسرعة هي أسباب كسر أسباب تتعلق بأسرة الزوجة أب أم إخوات وأسباب تتعلق بأسرة الزوج أب أخ إخوات فهي نتاج مجتمع يعني لما بأخذ قرار بالطلاق هذا القرار هو نتاج مجتمعي فأنا ممكن نتكلم في هذا الموضوع في حلقة واثنين وثلاثة واربعة لكن أنا أحاول أن أنا أجمل يعني في نقاط سريعة في سطور بحيث أن إحنا طبعا معنا الموضوع كله منتظر في سطور إن شاء الله أنا أجمله في سطور إن من أسباب الطلاق أنا أقول سطور أرجو من المشاهد إنه يركز لأنه فعلا تحتاج للتركيز والعمق في التفكير أنا أقول السطور الأسباب أخ في طمع قبيل سواء كان هذا الأخ في أسرة الزوج أو في أسرة الزوجة يبقى أنا عند أول سبب أن يكون هناك أخ في طمعه طمع قبيل تماما ووجود أيضا أخت في قبح أخت هبيل سوى موجودة في أسرة الزوج أو في أسرة الزوجة وأنا ما أتكلم وأقول القبح أنا أقولش القبح التكوين الخلقي لأ الدخل ليس لديها سلام داخلي وعدم حزم في عدم حزم سيدنا أدم في علاقته مع أولاده اللي انتهت بجريمة القتل فأنا عند أب غير حازم قد يكون هذا هو والد الزوجة وقد يكون هو والد الزوج فوأم متسلطة سوى أم الزوجة أو أم الزوج فعلى النهاردة بقول أن الأسباب الطلاء أسباب تتعلق بالأسرطين وفي النهاية أنا بسأل سؤال أو حدا يسألني سؤال هيقول لي طيب أين يدور الزوج في هذا القرار وهو قراره إذا كانت الأسباب إجمالا تتعلق بأسرة الزوج وأسرة الزوجة إذن أين دور أين دور الزوج دور الزوج هو في عجلة سيدنا موسى وقصته مع الخضر العجلة أنه بيأخذ القرار وبيد ودنه لكلام قيل وقال فيجب على الزوج أن لا يكون متعجل ويكون لديه من الحكمة أنه يدير يدير سفينة العلاقة الزوجية باقتدار وفي النهاية هو المسؤول فإذا أحب أعتقد أنه لا يطلق الكل بقى بينتظر هذه الإجابة خلاص لو استحالت الحياة ولجأنا إلى هذا الأمر فهنا بتقع مشكلة النفقة وطبعا حضرتك يعني إحنا عارفين طبعا كل المشاكل بس زي النهاردة الزوجة أو المرأة مثلا اللي هي طلقت أن هي ترفع قضية نفقة في خطوات وإنا عارفة أن حضرتك النهاردة إن شاء الله جاي بخطوات عملية أن هي بدون محامي هاخد من الإجابة بتاعتي خيط من كلام حضرتك تمام أنت قلت في الكلام دلوقتي إذا طلقت إزاي تقيم دعوة نفقة زوجية تمام في هذا الكلام خطأ أعتقد أنه لدى الكثير من الناس تمام الكثير يعتقد أن الزوجة ليس لها الحق أن تقيم دعوة نفقة زوجية إلا في حالة طرقها أو في حالة أنه غضانة من المنزل الزوجية ده إعتقدات خطأ يعني آه تمام تفضل حبيبت هي من حق أنها تقيم هذه الدعوة وهي في أرقان منزل الزوجية قائمة وفي المطبخ بس دي حاجة أسطورية شوية لأنه لو في المطبخ أصلا ورفعت قضية نفقة كيف مش هتبقى في المطبخ بسرعة لا لا كمعلومة قانونية يا دكتورة مرون الناس متخيلة إن أنا الزوجة ما ينفعش تقيم دعوة نفقة زوجية وهي إذا كانت غضبانة أو 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 لا القانون يطيح لها إنها تقيم الدعوة حتى لو كانت في أرقان منزل الزوجية قائمة مع زوجها تمام يعني هنا النفقة هي يعني متعلقة بالمرأة سواء كانت متزوجة أو مطلقة لا إيه هي متعلقة إذا كانت هي موجودة في منزل الزوجية يبقى لها نفقة زوجية إنما مطلقة انقطعت النفقة الزوجية وأصبح هناك أنواع أخرى من النفقات شكل نافقة العيدة والمؤخر وخلافها أو تمام تمام جدا طيب نصلح بس طبعا طبعا طيب السؤال بقى دعوة نفقة زوجية بدون مطروحة وكل محامي ده مضمون الحلقة من ضبط ده مضمون الحلقة الحلقة النهاردة يا دكتورة مرور موجهة لأي جون إن هي إذا كان لديها من الوقت أو إذا كان لديها من الرغبة إن هي تتولى أمر نفسها بنفسها فيما يتعلق بهذا الموضوع ففي الحلقة دلوقتي أنا أقول بتسألني هل أستطيع الجواب نعم تستطيع السؤال إزاي إيه الخطوات أول خطوة يا دكتورة مرور الزوجة خلاص خدت قرار أنا أرفع دعوة ونفقة طيب أول خطوة إيه أول خطوة إن هي بتروح معكمة الأسرة فبيتروح معكمة الأسرة في مكتب التسوية مكتب التسوية بس قبل بتروح مكتب التسوية هي بتروح مكتبة يعني في كل محكمة ببقى جنبها مكتبة واثنين بتروح المكتبة بتسأل لأي حد وقف في المكتبة بتقوله أنا عاوزة ملف تسوية تماما خالت ملف التسوية عبارة عن دوسية وفيه أوراق تماما الأوراق ديت بتاخد الدوسية بالأوراق وتتوجه إلى مكتب التسوية وبتقول للموظف أنا عاوزة أرفع دعوة ونفقة زوجية ولو سمحت ساعدني بأن أنا أملى هذا الدوسية تماما فهي بتملى الدوسية بمنتهى البساطة ما فيش فائدة مشكلة خالص يعني اسمها سبب الخلاف إيه الموظف بيساعدها على مال هذه البيانات خلاص هي مالة البيانات بيبدأ الموظف يسألها أسئلة عادية جدا إيه سبب الخلاف بتحكيله ما بيصرفش علي بخيل بيضرب أي في الآخر هي أجبت على الأسئلة اللي العادية جدا وفي الآخر خدت رقم اسمه رقم تسوية تماما عملت الجلسة بيتم إعلان الزوج بإن زوجتك جات النهاردة وعليك تيجي الاسوب الجاي في جلسة أخرى على أساس إنك أنت ترد ترد على المشكلة بتاعتك معاه هي واجه في الجلسة الثانية في الغالب ما بيحصلش وفاق دور الموظف إنه يوم في الخلاف ويصل بينهم صلح ووآل في الغالب بيفشل أنا بتكلم في الواقع العملي في الغالب بيفشل خلاص هو فشل وهي معها رقم تسوية تتوجه إلى البيت معززة مكرمة يبا أول أول مرحلة أن هي جابت ملف تسوية وراحت محكمة الأسرة في مكتب التسوية وقالت اللي إحنا قلناها دلوقتي خلاص طب تعملي بعد الخطة دي يد بعد كده هتعمل دعوة نفئة زوجية طيب هتعملها إمتى هتعملها تاني يوم أو تلت يوم من من الجلسة التانية اللي زوجها جاه ومحصلش وفق معي بيتروح برضو نفس المكتبة وبتقول للواقف في المكتبة أنا عاوز أملف شرعي بيتدام رفو شرعي في أوراق هي ملاش دعوة خالص بالأوراق دي خالص لكن قبل ما بتروح المكتبة قبلها بيوم بتبقى مجهزة عارضة الدعوة عارضة الدعوة اللي هي موجودة دلوقتي معاه طيب أنا ممكن أختصر خالص بحيث أن أنا مقراشي لو هي عملت سيرش على جوجل وقالت سيرت دعوة نافئة زوجية سيرت؟ آه تمام يعني تكتب في سيرش السيراب تعتب آه هتكتب كده وهي بتطبيق السيرش على جوجل سيرت دعوة نافئة زوجية تمام هيظهر لها الدعوة هتم لها اللي موجود في العارضة بتاع الدعوة بس أنا عاوز أقول هي تلاقي كلمة المعلن إليه هي تفهم من كلمة المعلن إليه اللي هو المقصود بزوجة تمام وكلمة الطالبة اللي هتلاقها في الصيغة تفهم كلمة الطالبة بتعود إليها هي شخصيا هاي ستبقى فهم المفردات اللي موجودة في العارضة بتاع الدعوة تمام طيب هو حضرتك هتقول العريضة لا هي تاخد وقتة ممكن أقولها هي بس علشان نضيق البرنامج تمام ويظر لها الصيغة تمام هتم للصيغة عادي جدا اسمها واسمها زوجة وتبقى فهمة أن كلمة الطالبة بتعود إليها تمام والمعلن إليه بيعود بيعود للزوج تمام أنا يعني هو كلام أكتر من رائع وقت أفضل شيء أن هو بيمس الواقع مش الحاجة النظرية يعني التطبيق العملي السؤال اللي أنا أحب أن أسأله لحضرتك هل إحنا عارفين أن المحامي عموما في القضايا في القضايا الأخرى بيبقى ليه دور محواري للدفاع مثلا عن المتهم هل هنا المحامي ليه دور الداعي أو محواري في مثل هذه القضايا؟ أنا أعتبر أن دور المحامي في دعوة النفقة الزوجية هو دور ليس فيه إبداع على الإطلاق وليس فيه تجديد مجرد هو بيقول لنا بينفذ الخطوات اللي أنا أقولها دي تمام يعني هو ما بعملش الزيادة على يعني أنا لما بقول حيات روح المكتبة هو بروح المكتبة تمام لما بقولها أقول لصاحب المكتبة نفس الخطوات نفس الخطوات مفيش فهي تبديل خالص تمام حتى هو لو مبتدئ بيضطر يجيب صورة النافقة الزوجية من على جوجل برضا آه يعني تمام تمام جدا ومستهد داع خالص يعني تمام إحنا طبعا يعني الموضوع طويل جدا وهم جدا جدا أنا في النهاية أحب أن حضرتك تقول لنا رسالة اليوم في يوم في الخير لكاميرا برنامج يوم في الخير سواء كانت الرسالة دي لأي حد مثلا للمجتمع للشباب للأسرة لأي حد حضرتك حبيب أنك توجه رسالة أنا أوجه رسالة لأولاد الأمور وأقول على كل على كل واحد في أولاد الأمور أن يعتني ببر أبنائه ابتداءه ثم ثانيا الرسالة لكل الأبناء على قد على قد ما تدر بكمك على قد ما تحمل فوق الأعماق تمام 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 شكرا جزيلا لحضرتك وبجد فعلا استمتعنا مع الحوار مع حضرتك كان معنا الأستاذ طلعة سلمان المستشار القانوني وعضو المنظمة المصرية الدولية لسفراء السلام والعلوم الإنسانية دلوقتي هنطلع مع آخر فكرة فكرة أنت تقدر مع الموهبة السادش العشري ونرهان العشري انتظرونا بعد الفاصل